موسيقى طلاب الصف الثامن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الحلقة العشرين وهي آخر حلقاتنا وفيها نتدرب على أسئلة الاختبار هيا نبدأ أولا وأول الأسئلة سنبدأ بالكفاية العامة القراءة والمشاهدة السؤال الأول المعيار اثنان واحد وهو سؤال في الغرض نقرأ النص شاءت إرادة الله أن يكون طارق القلاف معاقة فقد بدأت إعاقته منذ الطفولة عندما أصيب بشلل الأطفال وكانت طفولته على الكرسي المتحرك فقرر أن يحمل رسالة إنسانية يصل بها إلى كل مكان ويطوف بها كل البلدان في فترة الشباب كانت المجالات والخيارات متاحة أمامه يختار منها ما يشاء لكنه أبا إلا رياضة المبارزة التي استهوته وأخذت بعقله وعاطفته بحيث أصبحت إعاقته نقطة طلاقه للعالمية حصد فيها عشرات الكؤوس وأكثر من مائتين وخمسين ميدالية متنوعة ورفع اسم الكويت في المحافل الدولية والعالمية هنا أصبحت إعاقته دافعا للإبداع والنجاح والتميز يقول رسالتي أن أثبت للعالم بأكمله أن المعاقى قادر على تحدي إعاقته وتخطي جميع الصعاب ويستطيع أن يفعل الكثير إذا كان لديه إصرار وعزيمة ودعم كاف أحدد الغرض الرئيس من النص السابق بدقة با أشق الثاني من السؤال آتي بدليل من النص على الغرض أذكركم يا أحبة بأن الغرض يبدأ بعبارات مفتاحية يبدأ بمصدر أو فعل مضارع مثل بيان أهمية أو يبين أهمية أو التركيز على يركز على توضيح أو يوضح وهناك عبارات أخرى وهذه الأشهر إذن الغرض من النص بيان أهمية الإرادة والعزيمة في تحقيق الهدف وأية إرادة هي إرادة هذا الرجل آتي بدليل من النص على الغرض نعم أثبت طارغ القلاف للعالم بأكمله أن المعاقى قادر على تحدي إعاقته وتخطي جميع الصعاب ونلاحظ أن الدليل جئنا به نصا من الفقرة ولم نغير شيئا منها ينتقل إلى السؤال الثاني أحدد الفئة المستهدفة بالنص مع الدليل نعم يستهدف من هذا النص؟ أحسنتم يستهدف العالم بأكمله والمهتمين بالمعاقين ودليلنا على هذا عندما يقول في النص أثبت للعالم بأكمله أثبت للعالم بأكمله نعم الآن ننتقل إلى المعيار اثنين اثنين وحددوا معلومة وردت في النص ترتبط بمجال الرياضة اثنان أختاروا معلومة من المعلومات الآثية ترتبط بفكرة النص الرئيسة الإرادة القوية وسيلة الإنسان للنجاح وتحقيق الأهداف هل المعلومة التي ترتبط بهذه الفكرة هي شاءت إرادة الله أن يكون طارغ القلاف معاقة في فترة الشباب كانت المجالات والخيارات متاحة أمام القلاف ورفع القلاف اسم الكويت في المحافل الدولية والعالمية يستطيع أن يفعل الكثير وهي العبارة الأخيرة يستطيع أن يفعل الكثير إذا كان لديه إصرار وعزيمة ودعم كاف أجيب عن السؤال الأول أحددوا معلومة وردت في النص ترتبط بمجال الرياضة نعم لكنه أبى إلا رياضة المبارزة التي استهوته وأخذت بعقله وعاطفته السؤال الآخر أختار معلومة من المعلومات التي ترتبط بفكرة النص الرئيسة الإرادة القوية وسيلة الإنسان للنجاح وتحقيق الأحداث هل هي شاءت إرادة الله أن يكون طارق القلاف معاقة أم في فترة الشباب كانت المجالات والخيارات متاحة أمام القلاف هل هذه مرتبطة بأنها الإرادة وسيلة النجاح أم رفع القلاف اسم الكويت في المحافل الدولية ما رأيكم هل ترتبط بهذه الفكرة أم يستطيع أن يفعل الكثير إذا كان لديه إصرار وعزيمة أحسنتم للإجابة واضحة وهي الإجابة الأخيرة يستطيع أن يفعل الكثير إذا كان لديه ماذا؟ إصرار وعزيمة نعم فيستطيع بهذا الإصرار وبهذه العزيمة أن يفعل كل شيء ويحقق النجاح المعيار 2-5 أصوق الفكرة الرئيسة للنص السابق صياغة سليمة هذا الشق الأول من السؤال أو السؤال الأول من هذا المعيار وأود أن أذكركم كما تعلمنا سابقا بأن الفكرة الرئيسة هي أو صياغتها أسهل من شربة الماء قلنا هناك بعض الخطوات التي نقوم بها أولا نبحث عن العنوان أو عن ماذا؟ أحسنتم عن قيمة من القيم أو القيمة الأشهر في هذا النص وهذا النص يتحدث عن ماذا كان؟ نعم عن العزيمة والإصرار وقلنا نضع بعد القيمة بعض العبارات مثل سبيل وسيلة سر طريق إلى فإذا قلنا الإرادة القوية سر أو سبيل إلى سبيل إلى ماذا؟ ماذا كانت النتيجة؟ ماذا صنع هذا الرجل؟ ماذا صنع هذا الرياضي العظيم؟ أحسنتم صنع النجاح فتكون الفكرة ماذا؟ الإرادة القوية وسيلة الإنسان للنجاح وتحقيق الأهداف بكل سهولة ألخص النص السابق بأسلوبه في حدود سطرين ونصف ملتزما فكرته الرئيسة وأذكركم أيضا بأن التلخيص نستخدمه بشكل يومي وأسهل طريقة للتلخيص هي أن أقرأ النص جيدا أفهمه ثم ماذا أغطيه وأقول ما فهمته من هذا النص بشكل بسيط طارق القلاف ولد معاقا لكنه تحدى إعاقته بكل إصرار وعزيمة في رياضته المفضلة المبارزة والتي سطر من خلالها قصة نجاحه ورفع من خلالها علم الكويت عالية وأود أن أذكركم بأن يجب عليك أن تقوم بالتلخيص بأسلوبك وتلتزم الماذا أحسنتم المساحة المعينة أو القدر المعين الذي يعطيك إياه النص السؤال الثاني المعيار اثنان أربعة أضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين مترادف كلمة انبلاج وضد كلمة متعرجة مفرد كلمة ظواهر وجمع كلمة ناموس سنختار الإجابة من بين البدائل مترادف كلمة انبلاج انطلاق اختفاء ظهور انحسار نعم انبلاج بمعنى ماذا؟ ظهور أحسن من أجاب هذه الإجابة ضد كلمة متعرجة مستقيمة متطاولة ضعيفة متشعبة نعم متعرجة ضدها مستقيمة مفرد كلمة مفرد كلمة ظواهر مظهر ظاهرة مظاهرة ظهرة أو ظهر نعم ظواهر مفردها ظاهرة جمع كلمة ناموس نمساء نماميس نمس نواميس نعم نواميس هي واضحة السؤال الثاني أوظف كلمة نسج بمعنيين مختلفين في سياقين من إنشاء الجملة الأولى نعم نسج الشاعر أشعاره الجملة الثانية الثانية نسج الخياط الثوب أكتب تصريفا مناسبا لكلمة صنع في فراغ كل جملة مما يأتيه تشجع الكويت فراغ المحلية باء تعمل الدول على نقل فراغ خارج العمران وأود أن أنبهكم على شيء بأن التصريف يجب أن يكون اسما نضع تصريفا مناسبا من الفعل ماذا؟ صنعا لكن يجب أن يكون اسما تشجع الكويت ماذا؟ أحسنتم تشجع الكويت الصناعة المحلية باء تعمل الدول على نقل أحسنتم المصانع خارج العمران بارك الله بكم السؤال الثالث المعيار اثنان ثلاثة أقرأ النص الآتي ثم أجيب عما بعده أو عما بعده من أسئلة اصبر على مر الجفى من معلم فإن رسوخ العلم في نفاراته ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته ومن فاته التعليم واختشف به فكبر عليه أربعا لوفاته وذات الفتاة والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته المفردات التي سنوضحها الجفى بمعنى القسوة رسوخ ثبوت نفاراته شدته وحددوا من الخيارات الآتية العبارة التي ستكون نتيجة لهذه العبارة ومن لم يذق مر التعلم ساعة هي فإن رسوخ العلم في نفاراته أم فكبر عليه أربعا لوفاته أم إذا لم يكون لا اعتبار لذاته أم تجرع ذل الجهل طول حياته ما رأيكم النتيجة لمن لم يذق مر التعلم ساعة؟ أحسنتم النتيجة ستكون تجرع ذل الجهل طول حياته أحسنتم السؤال الثاني أحددوا العلاقة بين عبارتي أصبر على مر الجفى من معلم بما بعدها نريد أن نحدد العلاقة بين عبارتي أصبر على مر الجفى من معلم بما بعدها وما بعدها فإن رسوخ العلم في نفاراته ما رأيكم؟ أحسنتم هي علاقة سبب وهي أحد هذه العلاقات الأربع وهي علاقة نتيجة علاقة تفصيل علاقة إجمال وعلاقة سبب والصحيحة هي أنها سبب لرسوخ العلم المعيار اثنان ستة أعيدوا صياغة العبارة الآتية فإن رسوخ العلم في نفاراته بأسلوب استفهام وهذا أسهل الأساليب نعم يمكننا أن نقول هل رسوخ العلم في نفاراته؟ أو يمكننا القول أرسوخ العلم في نفاراته؟ نعم أحسنتم وأود أن أبين شيئا بأن أسلوب الاستفهام تستطيع أن تقوم ببيانه بوضع ماذا؟ علامة الاستفهام ولا تنساها ولكن عند التحدث تستطيع بنظمة الصوت أن تبين بأن هذا سؤال فنقول هل رسوخ العلم في نفاراته؟ أرسوخ العلم في نفاراته؟ ودون وضع هذه العلامة رسوخ العلم في نفاراته؟ هذا في الصوت اثنان أحدد من النص كلمتين موحيتين بتأثر الشاعر بخطورة الجهل من الكلمات؟ نريد كلمتين فقط؟ أحسنتم الذل و وفاته بارك الله بكم السؤال الرابع المعيار اثنان ثمانية أقرأ النصين الآتيين ثم أجيب عما بعدهما من أسئلة النص الأول ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل مرء ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعيش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء النص الثاني العلم كنز كبير في الحياة وهو حرز لمن حفظه وغطاء لمن فهمه ومنارة لمن علمه وهدى لمن أدركه وسعادة لمن تمسك به وسرور لمن تعلمه فهو بهجة القلوب وراحتها وبه تسعد النفوس وتتعاون فيما بينها والعلم مصنع العقول والنور الذي يهتدي به الناس للتقدم وهو أساس نمو الحضارات والدول لأنه يمهد الطريق لاستكشاف كل ما هو مفيد للبشرية من وجوه التشابه بين النصين السابقين أنهما يتحدثان عن احترام العلماء فضل العلم الرزق الحلال بر الوالدين نعم السؤال واضح أو الإجابة واضحة نعم يتحدثان عن فضل العلم با من وجوه الاختلاف بين النصين السابقين أنه النص الأول يتحدث عن العلم أم ما رأيكم يا أحبة هل تحدثه النص الثاني عن احترام العلماء؟ أن الخيار الثالث وهو النص الأول يتحدث عن أهل العلم والنص الثاني يتحدث عن العلم ذاته النص الأول يتحدث عن خطورة الجهل والنص الثاني يتحدث عن دور العلماء أي الإجابات هي الصحيحة؟ نعم هي الإجابة الثالثة أن النص الأول يتحدث عن أهل العلم والنص الثاني يتحدث عن العلم المعيار 2-9 أختار النص الذي أميل إليه من النصين السابقين مع التعليل يمكنك أن تختار أي نص لكن الدرجة ستكون على سبب هذا الاختيار أنا سأختار نص الأول أو النص الثاني إذا اخترت النص الأول الشعر لجودة المعنى سيكون السبب وجمال التعبير النص الثاني لسهولة الألفاظ ووضوح الفكر ننتقل إلى الكفاية العامة الكتابة 351 أملأ الفراغين الآتيين بما هو مطلوب بين القوسين ألف فراغ الطالب القصيدة كاملة نريد فعلا ماضيا مبنيا على الفتح أحسنتم نقول حفظ الطالب القصيدة كاملة أيتها الفتيات فراغ دروس كون فعل أمر مبنيا على السكون نريد فعل أمر مبنيا على السكون فنقول أيتها الفتيات أكتبنا دروس كون السؤال الآخر وحولوا الفعل المضارع في الجملة الآتية من معرب إلى مبني نحافظ على صلاتنا طاعة لربنا أحسنتم بكل سهولة نضيف ماذا نون النسوة أو نون التوكيد فنقول والله لنحافظنا على صلاتنا طاعة لربنا ثلاثة وحددوا علامة بناء الفعل الأمر في الجملة الآتية أدعو إلى الحق أدعو فعلوا أمر مبنيا على الضم حث في النون حث في حرف العلة أحسنتم مبنيا على حث في حرف العلة باء حافظ على صلاتك حافظ فعلوا أمر مبنيا على الضم السكون حث في النون نعم هو مبنيا على السكون أربعة وظفوا الفعل الماضي دافع في جملة من إنشائي بحيث يكون مبنيا على الضم نعم نقول المسلمون دافعوا عن دينهم بشجاعة خمسة أكمل الجملة بمبتدأ تقدم عليه خبره في العلم نعم في العلم فوائده ستة وحددوا المبتدأ في الجملة الآتية إنما عادل الله المبتدأ هو الله أحسنتم سبع أجعل التركيب الآتي خبرا لمبتدأ يشتمل على ضمير يعود على بعض الخبر في جملة من إنشائي أمام بيت العائلة نعم نستطيع أن نقول أمام بيت العائلة أشجار أشجاره أبين سبب تقديم الخبر على المبتدأ في الجملة الآتية للأشجار ثمار طيبة للأشجار ثمار طيبة نعم الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة تسعة أصيب الخطأ النحوي في الكلمة التي تحتها خط في الجملة التالية متى موعد الرحلة الخطأ موعدة والصواب هو موعدوه أحسنتم لأنها مبتدأ والمبتدأ مرفوع بالضمة المعيار ثلاثة خمسة اثنين ويتكون من سؤالين وهو الإملاء والخط السؤال السابع المعيار ثلاثة واحد أكتب تقريرا في حدود عشرة أسطر من مائة وعشرين كلمة في واحد من الموضوعات الآتية مراعيا ما يلي وضوح الفكر وترابطها وتسلسلها جودة الأسلوب والفصاحة واستخدام علامات الترقيم بدقة وجودة الاستدلال والأسس الفنية لكتابة التقرير الموضوع الأول مصادر الماء عند أهل الكويت قديما وحديثا الموضوع الثاني معاناته أهل الكويت قديما في الحصول على الرزق والموضوع الثالث قمت برحلة إلى متحف القرين أو متحف القرين مع زملائك في الصف الثامن بصحبة أمين المكتبة وبهذا نكون قد انتهينا من أسئلة الاختبار وفقكم الله ونتمنى أن تنالوا أعلى أعلى المراتب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة